بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على صنع الكريم والأحباب القراب الأفاضل اليوم بهذا اليوم المبارك هذا اليوم الأخص بالتحديد نزور طفلة فلسطينية في شمال قطاع غزة هذه الطفلة ديمة أبو شكيان والذي فقطت أسرتها بالكامل وأصبح ليس لها أي أحد غير والدها فقد توفت أمها وتوفى إخوانها وبقت هي لوحدها هنا في شمال قطاع غزة لصلاة يفرج همها عما قريب هؤلاء الأطفال بقوتهم وبعزمتهم ما زالوا مستمرين ما زالوا يضحون من أجل استمرار قضيتنا الفلسطينية ونصر غزة عما قريب هؤلاء الأطفال ثم الذي رأوا الألم والوجع والويلات في كل وقت وعلى مدار هذه الحر اليوم بفضل الله عز وجل وحق علينا وعلى أهل الخير أن نستفقد هؤلاء الأطفال الذين فقدوا سواء أمهاتهم أو أبائهم أو إخوانهم فحق علينا نحن وأهل الخير أن نتفقدهم ونرعاهم وأن نكون لهم سندا وعونا بعض الله عز وجل اليوم نزور الطفلة ديمة أبو شكيان هذه الطفلة كما أسلفنا لكم سابقا هي وحيدة فقط هي وولدها وفقط كامل وباقي أسرتها اليوم بفضل الله وبفضل الأهل الخير وبفضل الطفلتين الجمالتين ملك ووحيدة ميري هؤلاء الطفلتين قرروا أن يقدموا هدية بسيطة ومساعدة بسيطة لهؤلاء الأطفال في قطاع غزة الذين رأوا الألم والوجعة وبما أننا هؤلاء الأطفال فقدوا التعليم وفقدوا جميع ما كانوا يتمنوه جميع من أحلام وأمنيات أيضا يقدمون لها قردسية بسيطة حتى وإن كانت موجودة في هذا البيت لتكمل علامها ولا تقف وتستمر حتى النصر بإذن الله تعالى اليوم نزور الطفلة ديما كيف حال؟ الحمد لله كوي كيف أمورك؟ الحمد لله أمورك تمام اليوم كويسة؟ تمام يعني هيك بوم بوب يعني؟ أه الله يساعدك يا رب الله يخليك طيب بدي تتحدث إيش أنت اللي شفتيه خلال فترة الحرب أو إيش اللي وجهتيه خلال فترة الحرب؟ أنقصفت طرسي دي واحنا فيها واستشهد ماما واخوتي وأنا الغلت لبابا صوبت صوبت طيب من إيش بتعاني أنت إيش اللي صوبة الموجودة عندك حالية؟ في رجليز روح وهي هنا فشاء جلدت راسي أشاء الله دي يعني ما بتقدر إيش تمشي وتمرح وتلعب طيب أنت سابقا كنت بصفة إيش؟ لما صوبت كنت برابع لما تصوبت تحب العلم ولا لا؟ بصراح الحل صراح يعني تحب تدرس وتتعلم طيب هل قتب تتمنى أنت ترجع للمدرسة؟ نعم بطمنا بطمنا نعمش ونرجع ونلعب ونلعب وتخلص الحرب يا رب اللهم أمين طيب اليوم الطفلتين ميرا ووحيدة الطفلتين ملك ووحيدة ميري هؤلاء الطفلتين حبوا أنهم يدمونك هدية بسيطة وهي قرطسية قرطسية عشان بالرغم من أنه العلام واقف لكن أنت لازم تطلع وتستمر وتكمل علامك وتظل تتعلم وتتذكر العلم وبإن الله إن شاء الله في المستقبل نشوفك أحلى دكتورة وهذه أيضا مساعدة نقلية مقدمة من الطفلتين ونسأل الله أنه يحفظك ويرعاك يا رب العالمين شو الكلمة الحلوة اللي بتوجيها لك إلى ملك ووحيدة ميري شكرا ملك وشكرا وحيدة باي